هو اجتماع رفيع المستوى يجمع خبراء ومختصين في اللغة العربية أما الحدث فإطلاق للمرحلة التنفيذية لمشروع عربي مشترك لوضع إطار مرجعي للغة العربية تعليما وتعلما وتقييما في بادرة هي الأولى من نوعها في العالم العربية تهدف لتسهيل تدريس العربية وحفظها كل دولة من دولنا العربية تقوم بجملة من الجهود لخدمة اللغات العربية ستعمل المنظمة بوضع هذا الإطار على جمع هذه الجهود والعمل على تحقيق الأهداف بأسرع وقت ممكن باعتبار أن المنظمة العربية هذا هو دورها بتجميع التجارب الناجحة في دول العربية والعمل على عصرها لتكون نموذجا عربيا موحدا مسار تفاوضي طويل توجه بالموافقة واجتماع عربي طال انتظاره لتعزيز حضور لغة الضاد على المستوى الدولي بعد أن كان لأعوام مطلبا ملحا لأساتذة اللغة العربية بهدف توحيد محتوى المناهجي والممارسات التعليمية وآليات التقييمة وعمليات اعتماد التصديق على الشهادات لتدريس اللغة العربية وتعلمها يعتمد هذا المشروع مجموعة من الباحثين والعلماء الأكفاء في هذا الموضوع ومجامع اللغة العربية وأيضا الباحثين في هذا المجال هذا بالتأكيد سوف يعزز من دور هؤلاء في نشر اللغة العربية وفي تمكينها في دول العربية وفي باقي الدول الإسلامية وحول العالم تعليم اللغة العربية وتعلمها وجعلها لغة من بين سلسلة اللغات العالمية سيساعد على توظيف اللغة العربية في إنجاز البحوث العلمية ومزيد نشرها وتعميمها والاستفادة منها من قبل العديد من الذين سيتملكون اللغة العربية في المستقبل وسبق للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم توقيع اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية أواخر العام 2019 باعتمادات مالية بلغت 288 ألف دولار فانتظار بداية تنفيذ المشروع في 22 دولة عربية إنس فردي أليوم تونس